السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن وصف شخص لأشياء يحبها وأشياء لا يحبها إذا نتعلم كيف أتكلم عن شيء أحبه وشيء لا أحبه في اللغة الإنجليزية كيف تتصف أشياء يحبها وأشياء لا يحبها أتكلم عن شيء أشياء لا يحبها أنا أتكلم في قصة الأشياء تتحدث عن المدينة أتكلم عن شيء أصدقائي أن أخبرني أصدقائي الأشياء عندما أصدقائي الأشياء لكني لم أرسلها إذاً لا يمكنني أن أرسلها لذلك أحب أرسل كل شيء أصدقائي عنها قطعها وقمت انا مهتم في ترديشنال ستوريز عن بلدنا لاحظ؟ نبدأ من أن اعتادت جدتي لتخبرني القصص عندما كنت شاباً أو صغيراً لكن لم أستطيع ولم أكن قادر على القراءة في حينها أو في ذاك الوقت الان استطيع أن أقرأ لذلك أحب قراءة القصص القديمة عن الغوص لللؤلؤ والصحراء لاحظ نحفظ بعد انترستد ان حرف الجر ان اي هي اختصار لي اي ام تقليدي تقليدي ستوري لاحظ حذفنا الواي لأنه قبل حرف ساكن وظفنا اي اي اس قصص اباوت عن أو حوله نحفظ يوزد تو احنا نعرف يوز يستعمل أو يستخدم دائماً من تشوف يوزد تو معاته معتاد على اي كود انت لم أكن قادر كان الماظب منها كود كان كود بعد لف استخدم جراند يعني فعل وضيف له اي ان جي وحبه قراءة القصص القديمة صفة تأتي قبل الموصوف نحفظ دائم الغوص لؤلؤ لؤلؤ ايدي موصوف احنا نقارب لتحكم القصص عندما كانت صغير لكن لم أكن تستطيع قراءت الان الان يمكنني قراءة لذا أحب القراءة عن المعنوض والمعنوض و قد نقارب لتحكم عن مجرد و وفاقات عن ماذا يأكلون و أين يأكلون أحاول أن أقرأ الواقات في الإنجليز و أتقرأ فيديوات لكي يساعدني أفهم ماذا يقرأ إذن أحب أن أذهب أحب أن أذهب لاحظ نستخدم الفعل مضاف للإنجي أحب أن أذهب أحب أن أذهب أحب أن أذهب أحب أن أذهب على إنترنت لأقرأ عن مختلفة حيوانات مختلفة وحقائق عن ما يأكلون وحقائق عن ماذا يأكلون و أين يعيشون أحاول أن أقرأ الحقائق الحقائق في اللغة الإنجليزية وأشاهد فيديوات وأشاهد فيديوهات لتساعدني 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 ساعدني لفهم ما أقرأهم لاحظ لاحظ أقرأ عن أو أقرأ حوله حيوانات حيوانات مختلفة أيضا حقيقة حقائق ما يأكلون أين يعيشون أين يعيشون لاحظ نحفظ يحاول أن يقرأ في الإنجليزية لاحظ دائما اللغات بيكون كبيرة لتاة دائما أحرف كبيرة لاحظ لن أقول لن أقول إذا نستخدم الضمير بحالة المفعول به لن أقول لن أقول لن أعلم ضمير بعدين الفعل بدون لن تساعدني على فهم ما أقرأ ماذا أقرأ أحب أن أذهب أحب أن أقرأ عن مختلفة وفقات عن ما يأكل و أين يأكل أحب أن أقرأ أقرأ في الإنجليزية لتساعدني ماذا أقرأ أحب أن أقرأ أكثر أفضل أحب لأن لأن لغة الإنجليزية تحسن كثيرا كانت لغة الإنجليزية تحسن كثيرا كانت صعب لأن لأن العديد من الكلمات أو الكثير من الكلمات التي لم أكن أعرفها لكن لكن كلما قرأت أكثر أتعلم أكثر إذا نحفظ التركيب هذا The more I read الأكثر أنا أقرأ الأكثر أنا أعرف يعني كلما قرأت أكثر كلما عرفت أكثر لحظة لحظة الفعل لأن أكثر لأن أضع أكثر من أكثر 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 and thinking about how life is now I enjoy استمتع بقراءة historical books الكتب التاريخية I don't like لا أحب reading قراءة أو القراءة about science عن العلوم or technology أو التقنية أو التكنولوجيا I like learning أحب تعلم about the lives عن حيوات life حياة life حيوات أو حياة of people الناس from the past من الزمن الماضي and thinking about how life is والتفكر كيف الحياة هي الآن لاحظ enjoy بعدها أيضا يأتي جران الفعل مضاف له ing books كتب أضع قبلها historical يعني كتب التاريخية I don't like لكن ترجم I don't لا أحب أيضا بعد like بعد enjoy يأتي أيضا فعل مضاف له ing reading about اللحظ لا أحبه قراءة إذا ريد يقرأ reading قراءة عن science or technology عن العلوم أو التكنولوجيا أيضا like يأتي بعدها جران يعني فعل مضاف له ing يعني أحبه تعلم learn learning تعلم learning تعلم live طبعا عندنا lives حيوات جمع من life إذا كان عندنا F E أو F نحذفها ونستطيها B V E S في كلمة wife زوجة تصبح wives زوجات leave ورقة تصبح leaves walker I enjoy reading historical books I don't like reading about science or technology I like learning about the lives of people from the past and thinking about how life is now I really like reading apps because they are very quick and easy to use I can read a lot of different things and don't have to carry lots of heavy books in my bag I really like إذا حقا أحب قراءة apps إذا تطبيقات من application تطبيق إختصرها apps إذا app تطبيق apps تطبيقات because they are very quick لأنها سريعة جدا and easy to وسهلة الاستخدام easy to use I can read أستطيع أن أقرأ a lot of different things كثير من الأشياء المختلفة and don't have to carry ولا يتوجب لاحب علي أن أحمل lots of heavy books الكثير من الكتب الثقيلة in my bag في حقيبتي لاحب بعد like أيضا gerund app تطبيق apps تطبيقات very quick سريع جدا أيضا نحفظ easy to use سهل الاستخدام أو سهل الاستعمال نعرف أن have to يجب إذن دائما has و have بعد to نترجم ما يجب have to يجب has to يجب don't have to لا يتوجب and carry أحمل لاحب box كتب heavy box كتب ثقيلة عكس heavy light خفيف in my bag في حقيبتي أو في شنطتي I really like reading apps because they are very quick and easy to use I can read a lot of different things and don't have to carry lots of heavy box in my bag I'm not interested in comics they are boring and have a lot of pictures أنا لست محتم في الرسوم المضحكة or هزالية they are boring إنها مملة and have a lot of pictures وفيها الكثير من الصور interested in محتم في I'm not interested in لست محتم في boring مملة a lot of pictures I'm not interested in comics they are boring and have a lot of pictures with this I'm going to talk about likes I'm I'm like and dislike I'm like I'm I'm like اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته